بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة أصدقوا الكلام كلام النفس مع النفس إبراهيم أهلاً بك يا برشوانس أهلاً بك أعزائي المشاهدين ومعهد يتجدد معكم في لقاء لإثنين من ملك وكتابة الحلقة 720 كلام النفس مع النفس أصدقوا الكلام بسرعة أبل أن أخش في التفاصيل ماذا يا فيلسوف لا عمرك عمرك حتى كتاب وما بيتكلم نفسه يعني عارف عارف أنه كتاب واخد بالك فلما تيجي تتعامل في عالم الإعلام المفتوح على البحر ده والسوشيال ميديا والدنيا كل النزل وقته نقاده صحفيين كل واحد قعد في بيته حاسس أن رأيه لازم يتسمع غير الدنيا لازم يتسمع وكثير منهم يقولوا إحنا الحقيقة عندنا أيها فأنت وإنت بتتعامل لا يفرحك المديح ولا يهمك الذنب ولكن يهمك ما تعتقده وأنت في موقع العمل العامل تحدث عن المسؤول لأن أصدق الكلام كلام النفسي مش هتضحك على نفسك لكن ممكن جدا تنبسط وناس بتقولك أنت أحسن واحد زي كل يوم التاني إحصائية دلوقتي ما أنتش عارف طلع منين فأنا أستنى الجهة الرسمية لما تطلع كلام رسمي هو ده اللي اعترف بيه ونقشه أي كلام آخر بيبقى عبارة عن وجهة نظر لبعض المواقع لبعض الصفحات لبعض الهيئات اللي بتطلق على نفسها صفات صفات الدولية والمش عارف إيه لكن لو تعملت معها النهاردة عشان حاجة فرحتني وروقت لها ما زعلش بكرة لما تقول على حاجة زعلني وهي مش حقيقة لذلك أنا حذر جدا وأنا تناول الأمور دي وفي نفس الوقت أنا زعلان جدا 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 من تصرفات اللعيبة من غير ما يقصدوه هتسألني بعدين زعلان منهم ليه